دهو امر طيب مشكلة تانية النهاردة الحقيقة مشكلة انفجرت في مسابقة الكونفدرالية الافريقية كلنا عارفين طبعا ان المجموعة اللي فيها بيراميد وفيها فيوتشر الجيش الملكي موجود في الصورة وفيوتشر بيعتالي القمة وبعشر نقاط وعشر نقاط وطبعا فيوتشر بتمن نقاط كلنا عارفين ان فيوتشر اعتلى القمة بعد ما قدم شكوى الاتحاد الافريقي ان اسكو كارا الفريق التجولي اشرك لاعبا غير لا يحق له ان هو يشارك والتحاد الافريقي بعد مراجعة الاوراق انصف نادي فيوتشر وداله ثلاث نقاط بدل نقطة واحدة اللي هي بتاعت التعادل وبالتالي اعتلى فيوتشر القمة النهاردة فجئنا بانه دي المجموعة وترتبها قدام حضراتكم فجئنا النهاردة بانه نادي بيراميدز والجيش الملكي اللي اتنين تقدمها بشكوى الى الاتحاد الافريقي وعندنا طبعا صورة الشكوى بتاعت الجيش الملك هنحطها لكم على الشاشة دلوقتي والجيش الملكي المغربي اتحاد المغربي يا جماعة اتحاد قوي بيضوية يعني كلنا شفنا الفترة اللي فاتت دي ما شاء الله لانديها المغربية بتتبوأ والمنتخب المغربي رابع العالم يعني وبتاخد البطولات بتنظمها على ملعبها سواء بطولات افريقيا او كده يعني يعني ماشي بخطة ثابتة جدا لازم نحيل حياة اتحاد المغربي على هذا التفوق يعني اذا كان عندنا شكوى اتحاد المغربي ممكن نحطها على الشاشة طيب الكلام ان الاتحاد المغربي او الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز تقدم بشكوى ضد نادي فيوتشر مفاد هذه الشكوى ان نادي فيوتشر اشرك اللاعب احمد رفعت في المبارتين الاخيرتين دون سند من القانون او من اللائحة لمباراة امام اسكو كارا ومباراة امام الجيش الملكي الاولانية خلصة 3-0 الصالح فيوتشر والماتش التاني نفس الوضع 2-0 لفيوتشر على الجيش الملكي المغربي هنا في القاهر يعني يتحدث عن ست نقاط اخدهم نادي فيوتشر دون وجه حق ده شكوة مين شكوة الجيش الملكي المغربي وشكوة نادي بيراميدز طيب قالوا انه فيه طب ايه ليه احمد رفعت شارك بدون مبرر لانه وفقا للشكوة احمد رفعت كان مقيد في فترة القيضة الصيفية مع نادي فيوتشر في القائمة الافريقية تمام وشارق دي الشكوة بتاعة الجيش الملكي المغربي دي الشكوة بتاعة الجيش الملكي المغربي طيب كويس بنوا كلامهم على ايه بقى الجيش الملكي المغربي وبيراميدز انه احمد رفعت زي ما انا قلت كان مقيدا ضمن القائمة الاولى فيما يتعلق بموضوع القيض الافريق خلاص كان مقيد تمام وبعدين بعد كده حصل مشكلة بينه وبين اللاعب جنش فالمهم اعاروه الى الوحدة الاماراتي تمام تمام راح الوحدة الاماراتي دوري جديد ونادي جديد كويس رجع من الاعارة وفقا للشكوة بقى فقالوا انه لم يتم قيده في القائمة الافريقية المكملة اللي هي التانية وبالتالي شارك دون ان يقيد افريقيا ده كلام الجيش الملكي المغربي وايضا نادي بيراميدز اللي هي القائمة اللي بتشارك في دور المجموعات وبالتالي هو شارك وقالوا في الشكوة ان في سبع لعيبة تم قيدهم من جانب فيوتشر ما فهمش اللاعب احمد رفت واللعيبة اللي هو ذكرهم وتم قيدهم بالفعل هم عبدالله السعيد عمر السعيد عبدالكبير الوادي الحج باري هشام محمد الشهير ببلحة بيلو مارتن محمد عبدالسلام ده استبدال وبالتالي ما فيهمش احمد رفعت ده كلام الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز ومن ثم يطالب الناديان بخصم الست نقاط اللي تحصل عليهم من الفوز على اسكوكارا وعلى الجيش الملكي ومن ثم يتأهل مباشرة الجيش الملكي ونادي بيراميدز الى دور التمانية على الجانب الاخر فيوتشار قال لا احنا وضعينا سليم مية في المية احنا بعتنا خطاب لاتحاد الكورة لقيد اللاعب احمد رفعت ضمن القائمة اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت دور المجموعات محليا وافريقيا كويس كده كويس كده البعض الاخر وبعدين اتحاد الكورة طلع منذ قليل ببيان قال انه بالفعل نادي فيوتشار بعت يطالب بقيد اللاعب احمد رفعت محليا وافريقيا الناحية التانية الجيش الملكي وبيراميدز بيقولوا ما لاتحاد الكورة وما لقيد الافريقي انت حضرتك عندك السيستم السيستم بتحط عليه الاسماء اللي انت بتايتها السيستم موجود سبع اسماء ما فيهمش احمد رفعت اتحاد الكورة لا دخل له على الاطلاق بالقيد الافريق اتحاد الكورة مسؤول عن القيد المحلي اما القيد الافريقي ما لوش دخل بيه ده كلام الجيش الملكي وكلام نادي وكلام نادي بيراميدز الحقيقة هي مشكلة لانه الليحة بتاعت اتحاد الافريقي بتقول اذا لاعب وده وضع طبيعي في اي لايحة اذا اي لايحة شارك دون وجه حق اوتوماتيك على طول وهي اللايحة قدامكم هي بيخسر على طول نقاط المباراة زي ما بالزبط فيوتشر اخذ نقاط مباراته كاملة مع اسكو كارا بعدما كان متعادل انتهت المباراة بالتعادل اخذت ثلاث نقط نتيجة انه هو اسكو كارا اشرك لاعب يعني غير ليحق له طبعا اللعب الشكوى تحولت الى لجنة الانضباط بالكاف وفقا للكلام ان القرار ربما يصدر قبل يوم الحد قبل ما يلتقي الفريقان هم الفريقتين هيلعبوا يوم الحد والبعض الاخر بيقول لا ده ممكن الامر يعني يستمر ولا يصدر القرار الا بعد يوم الحد واحد يقول لك الله طب بعد يوم الحد فطيرت بقى انه فيوتشر تعادل او كسب ما هو لو تعادل هو اللي يطلع وبرز ما يطلعش ولو كسب من باب اولى طبعا يطلع قالك طب لو فيوتشر كسب هنعلن ايه وهل بعد ما يكسب نرجع نقول لا ده كلام كده يعني عمليهم لخبطة غير واضحة المعالم لجنة الانضباط ستؤكد هذا الامر بتاعتحاد الافريق هل فعلا احمد رفعت لم يقيد افريقيا في المرة التانية بتاعت القيد وبالتالي ما كان يجب ان يشارك لو ده حصل هتبقى مشكلة كبيرة والاداري والمسؤولين الاداريين بتوع فيوتشر لابد ان يحسبوا على هذا الامر تماما اما اذا كان القيد صحيح زي ما اتحاده كورة آلي بخلاص فيش اي مشكلة على الاطلاق وتبقى المباراة بينهما مباراة فاصلة لازم بيرامدز يكسعب عشان يعدي لانه فيوتشر عشر نقاط وبيرامدز تمن نقاط هذا هو الامر حياء مشكلتين كبار كانوا موجودين النهاردة حياء حبينا نعرضهم قبل ما نستعرض مباريات الدول العام هذا اليوم اشتركوا في القناة